السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم طلب التشكيل المعادن الصف الثالث صناعي النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن حلقة جديدة وساعة جديدة من ساعات التعليم الفني اللي هتتكلم على خامات المعدنية هنقدر نتكلم على الخامات المعدنية ونقول ان الخامات المعدنية بتشمل خامات سمينة او معادن سمينة وكمان بتشمل مجموعة من السباك المعدنية اللي هقدر اتكلم عنها بالتفصيل اتكلمت في الحلقات اللي فاتت عن المعدن السمينة وقلت ان انا عندي 3 معادن سمينة مهمة جدا لازم اعرف خوصها ووجودها واستخلصها في باطن الارض بتقوم موجودة شكلها ايه واقدر ان انا استخلصها واقدر ان انا استخدمها بشكل مميز او اقدر ان انا استغل خوصها اللي موجودة فيها اتكلمت عن 3 معادن اول واحد كان البلاتين افكرك كده بالبيلاتين سريعا لان النهاردة هيقدر ان انا راجع كل المحتوى اللي فات فعايزك بسرعة تتذكر معايا كل اللي احنا قدرنا ناخده خدنا البلاتين وقلنا ان البلاتين معدن لونه ايوان عايزك تفتكر كده معدن لونه ابيض رماضي البلاتين من المعادن السمينة المشهورة جدا من المعادن اللي انا بقدر استخدمها في شغل المجوهرات وقلت ان المجوهرات هي المشغولات السمينة او المصنوعة من معادن سمينة ومرصعة بالاحجار الكريمة قلت ان البلاتين بينصارا لدرجة حرارة 1770 درجة مئوية درجة الانصار مهمة جدا عشان احتاجها في جدول المقارنات كمان قلت ان البلاتين من المعادن النقية اللي بتوجد في الطبيعة معدن بكر يعني غير مختلط مع عناصر معدنية اخرى اتكلمت كذلك على الدهب وقلت ان الدهب عفوا قلت ان الدهب معروف جدا بالنسبة للناس وان الدهب من المعادن السمينة للونه وجميل وبريقه بيخطف الابصار وبيخطف القلوب كمان اتكلمت على الدهب وقلت ان الدهب درجة انصهاره 1064 درجة مئوية يعني اقل كتير جدا من البلاتين قلت ان الدهب لونه اصفر اصفر بندقي او اصفر ميل للون البنين قلت ان الدهب من المعادن القابلة للتشكيل بصورة كبيرة جدا برضو بيوجد في الطبيعة معدن ايه؟ معدن بكر تالت معدن من المعادن اللي كلمت عليها من دمن المعادن السمينة كلمت عن الفضة وقلت ان الفضة من المعادن السمينة اللي هي بتتميز بلون جميل ابيض ميل للزرقة الفضة لو جي عليها اضاءة ممكن اشوفها بلون ميل للاصفرار الى حد كبير تمام؟ الفضة درجة انصهارها كام؟ قال ل 960 درجة مئوية يبقى انا قلت 3 درجات انصهار خليك فاكرهم كويس جدا عشان هبدأ دلوقتي في الاسئلة وابدأ اقارن بين درجة الانصهار وبين اللون وبين الكسافة وكل الخواص المميزة لكل معدن من المعادن السمينة بعد كده اتكلمنا عن السبائك وقلت ان السبائك عبارة عن خلط جميع المعادن او خلط مجموعة من المعادن بخلطها بنسب مركبة معينة عشان احصل على خواص اجود افكرك كده تعريف السبيكة كان ايه؟ قلت هو المزج او الخلط ما بين فلزين او اكتر من فلزين عشان احصل على محتوى او مزيج مندمج زو خواص افضل من خواص المعادن الدخلة في تركيبه يعني لما اقول ان الدهب طريقاوي او زياد عن اللزوم لما اضف له نسبة من ان حاس تزود من صلابته شوية فقدر ان انا اشكله فكرتك كده؟ فكرتك كده بايه؟ قلت ان الدهب ما باستخدمهش في العيار الاعلى اللي هو عيار 24 دايما باستخدمه في العيارات الاقل عيار 21 و 18 لحد 9 من العيار اه لحد 9 من العيار عشان اقدر ان انا اشكله وقدر ان انا استخدمه بصورة جيدة يبقى عرفنا ان السبيكة بعملها الاغراض كتير جدا هعرفها وهرجحها معك دلوقتي كذلك اتكلمت على بعض المعادن المهمة المكملة او المعادن اللي باستخدمها في تخصص تشكيل المعادن والسياغة زي ايه؟ زي معدن النحاس وقلت ان النحاس لما اقول كلمة نحاس فقط واسكت اقصد نحاس احمر طيب لونه ايه يا مستر؟ انا فاكر ايوه اقول لي انا مستمعك لونه احمر وردي لونه احمر وردي ده لونه الطبيعي طيب تمام لكن هل هو بيفضل على لونه الاحمر الوردي ولا بيتأكسد؟ قال لي لا ده بيتأثر بالعوامل الجوية وبيتأثر بالاحماض وبتأثر بكل المواد اللي موجودة في الهوى والمواد الغريبة ولونه بيتغير ويكون عليه خلي بالك عشان اسألك فيها دلوقتي بيكون عليه طبقة من الجنزرة يعني صدم لونه ايه؟ لونه اخدر يعني الحاس احمر لما يصدي يبقى لونه اخدر؟ اه يبقى لونه مائل للخضار او لونه مخدر اتكلمت كمان على الالمونيوم وقلت ان الالمونيوم من المعادن المميزة جدا او المميزة جدا اللي هي بتتميز بخفة الوزن اللي بتخش في العديد والعديد والعديد من الصناعات المختلفة اللي موجودة حواليه في كل مكان بتستخدم في الادوات المنزلية بتستخدم في صناعة المنشآت زي الشبابيك وبعض اللي بنزل الالموتال بتخش في صناعة السباقك لان خوصها جيدة جدا ووزنها خفيف وليها قوة صلابة او قوة عالية على التشكيل بقدر ابرضها واقدر اشكلها بالسقب واقدر اشكلها بعملية التاني واقدر اشكلها باسليب كتير جدا طيب احنا كده اتكلمنا بصورة عامة فكرتك على بعض العناصر او ببعض العناصر المهمة اللي اتكلمت عنها هبدأ اشوف مجموعة من الاسئلة اللي هقدر اتكلم عنها او نبدأ نشوفها ونحلها مع بعض اول حاجة هتكلم عنها النهاردة بيقول لي اكمل ما يأتي باستخدام الكلمات التالية انا جبتلك الكلمات اللي هي موجودة في نقط اكمل انت هتختار من خلال الكلمات دي وتحط لي الكلمة المناسبة في مكانها طبعا لازم اجيب لك بعض الحاجات المتشابهة الكلمات هي ايه ميدي لك درجة انصهار الف اربعة وستين مش اقول لك هي ايه ابيض اصفر الزرقة او مقل الى الزرقة معدن بكر او بكر غفل تسعمية وستين درجة البلاتينية احمر وردي كبريتية دي النقط اللي انا هاخد منها واختار منها وابدأ اكمل اكمل اللي هيظهر عندي في الشريحة اللي جاية ادي ظهرتها لك تاني بشكل مصغر عشان تبقى قدامك وتقدر تختار منها اكمل طب نشوف اول سؤال بيقول ايه يوجد البلاتين في الطبيعة نقط ويكون مختلطا مع بعض العناصر ايه هي طب اختار كده من الاجابة البلاتين معدن بكر ولا غفل انا عندي اثنين متشابهين او بكر وغفل المعدن او البلاتين بيوجد في صورة معدن ايه بيوجد في صورة معدن بكر ظهرت الاجابة قدامي يبقى البلاتين يوجد في الطبيعة معدن بكر يعني غير مختلط مع عناصر معدنية اخرى ويكون مختلط يا مستر دان تتقول مغير مختلط ايوه مغير مختلط مع عناصر معدنية لكن مع موجود او موجود في سورة بعض العناصر البلاتينية يبقى موجود في سورة معدن بك على هيئة بعض العناصر البلاتينية ده السؤال الاولين طيب نشوف رقم اتنين في اكمل بيقول لي معدن ابيض والزرقة طيب ايه هو قال للفضة معدن لونه ابيض مائل الى الزرقة تمام يبقى الفضة معدن نقط قلنا ابيض مائل لونه بيميل الى اللون الازرق الفضة عند تعرضها للاضاءة او تحت الاضاءة ممكن تظهر بلون مائل الى الاسفرار او لون مائل الى الاسفر نتيجة وجود عنصر النحاس فيها او في عياراتها او في سباكها يبقى انا اخطط لك هيئة العناصر اللي بختار منها وعرفت ان الفضة معدن لونه ابيض مائل للزرقة خلي بالك برضو الاسئلة دي ممكن تتكرر معايا تاني في سورة صح او خطأ طيب رقم ثلاثة بيقول لي ايه بيقول لي حط لي نفس العناصر تاني اللي انا هختار منها بيقول لي الفضة معدن انا لسا اقيلها اذا انعكس الضوء عليه ترى لونها هيبقى ايه قال لي لونها بيميل الى الاسفر او اسفر اللون يبقى الفضة اذا انعكس الضوء عليها تظهر بلون يميل الى الاسفر السؤال التالت بيقول او السؤال الرابع يوجد ان حاس في الطبيعة معدن ان حاس معدن بكر ولا غفل طب تعالوا نشوف كده الاختيارات هو مديني بكر ومديني غفل ومديني احمر وردي طيب ان حاس يوجد في الطبيعة معدن معدن ايه غفل ان حاس ما بيوجد لا يوجد في الطبيعة معدن نقي لكن بيكون مختلط مع عناصر تانية العناصر التانية هتكون عناصر ايه قال لي عناصر كبريتية. يعني كبريتية للنحاس او اتحاد النحاس مع الكبريت بيكون ده الصورة اللي موجود عليها في اغلب الاحيان. النحاس ما بيبقاش موجود في صورته الطبيعية النقية. يعني معدن ايه? يعني معدن غفل. طيب نشوف كمان سؤال بيقول لي رقم خمسة. النحاس معدن يتميز بلونه. خلي بالك انا قلتها من شوية. لما اقول نحاس يبقى باتكلم على النحاس الاحمر. لما نقول نحاس اصفر يعني نحاس اصفر معروف. طيب يبقى النحاس معدن نشوف الاختيارات. قال لي لونه ابيض ولا اصفر ولا ازرق طبعا انا بختار العناصر المتشابهة. ولا احمر وردي طبعا النحاس معدن يتميز بلونه. لونه ايه? لانا مستمعك. لونه احمر وردي. يبقى النحاس في حالته بعد استخلاصه بيكون لونه احمر وردي. لكن النحاس سرعان ما يتغير لونه نتيجة تفاعله مع العوامل الجوية. النحاس من المعادن مش السمينة غير السمينة. يعني النحاس بمجرد تعرضه للعوامل الجوية او هوا في نسبة رطوبة او بعض الاحماد او بعض الدهون او بعض العوامل الجوية المختلفة على طول النحاس بيفقد لمعته وسرعان ما لونه يتغير للون الصدى اللي انا قلت لونه ايه? لونه اخضر. بسميه في شغل الصنعة بتاعتنا بنسميه الصدى او بنسميها الجنزرة. يبقى جنزر يعني صدى بلون اخضر او النحاس تحول للون الاخضر نتيجة وجود ايه? عنصر الصدى اللي موجود فيه. طيب. تمام. بيقول لي بعد كده. آآ ينصر المعدن في درجة حرارة. يعني صهر الزهب في درجة حرارة. كم درجة انصهار الدهب? الدهب درجة انصهار فكرني كده. قلت ان درجة انصهار الزهب تصل الى كم الف اربعة وستين درجة? انا قلتها هي من غير ما يظهر العناصر اللي اختار منها. ايه دي عناصر الاختيار الف اربعة وستين عندي درجة تانية تسعمائة وستين. تعرف تقول لي تسعمائة وستين دي تاعت ايه? تسعمائة وستين دي درجة انسهار الفضة. طب يلا ناكمل او نكمل النقاط اللي ما اللي عايز اكملها. ينصهر الدهب في درجة حرارة كام? الف اربعة وستين درجة ماوية. قلت قبل كده ان درجة الانسهار بتكون تقريبية تبقى لدرجة نقاء الخام. يعني ممكن تبقى الف تلاتة وستين. ممكن تلاقيها في كتب تانية الف اربعة وستين الف خمسة وستين. ما هي درجة تقريبية? بترجع لدرجة النقاء. يبقى ينصهر الزهب في درجة حرارة الف اربعة وستين درجة ماوية. بينما الفضة تنصهر عند درجة حرارة كام? يبقى فاضل عندي تسعمائة وستين. يبقى تسعمية وستين درجة ماوية. يبقى لازم احفظ درجات الانسهار بتاعة المعادن. لازم اكون عارف درجة انسهار تلات معادن رئيسية زهبية سمينة ملكية. هقدر اسميها بكذا اسم. تاني. البلاتين كام? الف سبعونية وسبعين درجة ماوية. طيب الدهب كام يا مستر? الف اربعة وستين درجة مقوية. تقريبا. كلها قول تقريبا. الفضة كام? قال تسعمية وستين درجة مقوية. دي درجة الانسهار? يعني درجة اللي بيتحول فيها المعدن. من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة. يبقى لو سألتك سؤال قلت لك عرف لي ما هو الانسهار? او ما معنى الانسهار? هتقول لي ايه? هتقول الانسهار هو تحويل المادة الخام او المعدن من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة. بفعل ايه? بفعل الحرارة. يبقى الحرارة هي اللي بتقدر تحول لي. البلاتين عند الف سبعمية وسبعين درجة مقوية تحوله لي الى درجة الانسهار. الدحب عند الف اربعة وستين اقدر احوله لدرجة الانسهار. كذلك الفضة عند درجة تسعمية وستين درجة مقوية اقدر احوله لدرجة الانسهار. نكمل اكمل كده مع بعض. بيقول لي رقم سبعة. سؤال التاني بيقول لي ضع علامة صح أمام الإجابة الصحيحة وعلامة خطأ أمام الإجابة الخطأ عايز صح وغلط هنا بقى عايز يقول لي صح وغلط أنا هكمل من عندي هقول لك لا أنا عايزك لو عندك حاجة غلط صححها كمان عشان نبقى استفدنا كل الاستفادة من الجملة المكتوبة بيقول لي ضع علامة صح أمام الإجابة الصحيحة وعلامة خطأ أمام الإجابة الخطأ اول سؤال بيقول لي صدى النحاس يكون بلون اسود ده انا لسه ايلها فاكر صدى النحاس لونه ايه النحاس يقصد بالاحمر لما هيصد هيبقى لونه ابني لا هيبقى لونه اغضر اللي هي طبقة الجنزرة يبقى الاجابة هنا خطأ ولا صح الاجابة هنا هتكون ايه خطأ يبقى الاجابة الصحيحة ان صدى النحاس بيكون لونه اغضر يبقى انا لو صححت الاجابة هقول ان صدى النحاس لونه أيوة سمعك لونه لونه أخضر صدى النحاس يكون بلون أسود خطأ طبعا إجابة خطئة يبقى الصح بتاعها أن صدى النحاس الجنزرة بيكون لونها أخضر طيب رقم اتنين بيقول لي يتفاعل الدهب مع الهواء الجوي الراطب صحي ولا غلط افتكر كده معي الخواص هقولك لأ ده الدهب لا يتفاعل مع الهواء الجوي ولا يتفاعل مع الأحماض المركزة ولا الأحماض المخفافة ولا تحت درجة الحرارة والتسخين ولا تحت أي عامل من العوامل الدهب لأنه معدن سمين لا يتفاعل مع أي حمض أو قلوي لا يتأثر بأي حمض من الأحماض الدهب ما بيدوبش اللي في حاجة واحدة بس اسمها إيه؟ اسمها الماء الملكي يبقى الدهب لا يزوب أو لا يتفاعل مع الهواء الجوي ولا يزوب في الأحماض المركزة الساخنة ولا الباردة يبقى السؤال ده أجابته إيه يا مصدر؟ يتفاعل الدهب مع الهواء الجوي الراطب طبعا الإجابة هتكون إيه؟ إجابة هتكون غلط الدهب لا يتفاعل مع الهواء الجوي ولا الهواء الراطب ولا الهواء غير الراطب رقم ثلاثة يمكن لحامل ألومنيوم الألومنيوم مش من معادن السمينة يمكن لحامل ألومنيوم بسهولة يعني نقدر ألحم الألمونيوم بسهولة باستخدام البوري أو باستخدام اللهب أو باستخدام أي نوع من أنواع اللحمات قال لي طبعا لا ده الألمونيوم من أصعب المعادن اللي نقدر أعمل لها عملية لحام عشان كده في الغالب بتلاقي شغل الألموتال معمول إزاي بتلاقي شغل الألموتال باستخدام مصامير البرشام ما بيستخدمش اللحم ده اللي نادرا لأن اللحم ما بيصلحش اللي في ظروف وعوامل معينة لازم اضبوطها عشان اقدر ان انا لحم الاليمونيوم يبقى اذا الاجابة هنا هتكون يمكن لحم الالمونيوم بسهولة طبعا الاجابة هتكون خطأ ما ينفعش ان انا لحم الالمونيوم بسهولة رقم 4 بيقول لي يزوب البلاتين في الماء الملكي طبعا البلاتين بيزوب في الماء الملكي يبقى انا قلت معلومتين او معلومة اساسية بالنسبة للذهب وبالنسبة للبلاتين انهم لا يتأثروا بالاحماض المفردة خالص ما فيش أي حمد يقدر يأثر عليهم ولا الهوى الجوي يقدر يأثر عليهم لكن بيزوبه في الماء الملكي اللي هو مكون من حمد النيتريك وحمد الايدروكلوريك بنسبة 3 إلى 1 يعني 3 نيتريك و1 هيدروكلوريك تمام؟ يبقى يزوب البلاتين في الماء الملكي صح ولا غلط؟ أي وجاوب؟ الإجابة صح بيزوب في الماء الملكي طيب يلا نشوف رقم 5 تتميز أو يتميز الألمونيوم بخفة الوزن ده طبعا أي حد مش في تخصص تشكيل المعدن والسياغة لو قلت له الألمونيوم بتتميز بخفة الوزن هيقول لي إيه؟ هيقول لي فعلا الإجابة صحيحة الألمونيوم بيتميز بخفة وزنه ودي خاصية مهمة جدا اللي بستغلها في العديد والعديد من الاستخدامات منها صناعة هياكل أو أجسام الطيران أو أجسام الطائرات بس بعد ما بعمل طبعا سبيكة خاصة عشان تتحمل الضغط الجوي وبستفيد بخصية خفة الوزن دي بصورة كبيرة رقم 6 بيقول لي إيه؟ يدخل النحاس في صناعة سبائك العملة طبعا النحاس من المعادن اللي ليها خواص مميزة فالنحاس هيدخل في صناعة العملة يبقى صح ولا غلط؟ طبعا الإجابة صحيحة بيخش في صناعة سبائك العملة المختلفة يعني صناعة الجنيه والنص جنيه والعملات المختلفة العملات المعدنية طبعا بقدر بقدر إن أنا استخدمه في صناعة سبيكة تتحمل الصدق أو تتحمل العوامل الجوية وتتحمل الاحتكاك وتتحمل الضغط وتتحمل الكبس وغيرها من الخواص المختلفة أنا قلت إن أنا بعمل السبيكة ليه؟ عشان أحسن من خواص الخامة الأساسية فانا ما ينفعش ان انا اعمل عملة العملة دي سهل انها تتمسح بسهولة لقى الجنيه تمسح ما بقاش مكتوب عليه الاسر بتاعه او لقى ان الجنيه بتاعي او العملة بتاعتي بعد فترة تنت او اتطبقت او شكلها تشوي او الرسم اللي كان موجود عليها هتمسح بعض الاجزاء منه فلازم اعمل سبيكة بمواصفات خاصة عن طريق ايه عن طريق مسج خليط مكون من معدنين او عدة معادن بمزكهم بطريقة معينة او اسلوب معين عشان احصل على السبيكة اللي تتحمل كل ظروف الغريبة او ظروف اللي هيتعرض لها المعدن او العملة او ايا كان نوع المشغولة اللي هستخدمها يبقى انا عرفت من الاسئلة اللي فاتت دي مجموعة من الحاجات عرفت درجة انصهار البلاتين تاني كام? 1770 بفكرك تاني القلت درجة انصهار الفضة 960 درجة مقوية قلت درجة انصهار الدهب 1064 درجة مقوية يا مستر في الكتاب 63 يا مستر 64 ما قلنا درجة الانصهار درجة ايه؟ درجة تقريبية يعني قريبة من الدرجة الحقيقية الفعلية تبقى لدرجة نقاء الخام او وجود بعض العناصر الغريبة اللي بتأثر عليها طيب تعالوا نشوف رقم سبعة بيقول لي ايه؟ سبعة بيقول لي انصهر البلاتين عند درجة حرارة 1270 ده انا لسه قيلها انا لسه قيل لك دلوقتي درجة الانصهار قلتها مرة واتنين وتلاتة برافو عليك الطالب اللي معايا ومركز ده كويس برافو درجة انصهاره كامل بلاتين الاجابة دي اولا صحة ولا غلط طبعا الاجابة هنا هتكون خطأ طبعا خطأ نزلت على طول مباشرة ينصهر البلاتين عند درجة حرارة طب صحح؟ ممكن صحح حالي؟ اسمع كده الاجابة 1770 درجة مقاوية برافو عليك فعلا البيلاتين بينصهر عند 1770 درجة مقاوية يعني الاجابة اللي قدام ايه؟ خاطئة رقم تمانية بيقول لي تتفاعل الفضة مع حمض النيتريك بسهولة الفضة بتتفاعل مع حمض النيتريك اه فعلا صح الاجابة هنا صحيحة ليه؟ قال الفضة بتتفاعل بقوة عالية جدا مع حمض النيتريك وبتديه نطرات الفضة يعني ملح من املاح الفضة اللي بستخدم نطرات الفضة دي في العديد من الحاجات بستخدم الفضة دي او بستخدم الفضة بعد ما بفعلها مع نطرات الفضة باستخدمها في التصوير الضوئي في الأفلام بتاعت الزمان مش الديجيتال أفلام التصوير العادية باستخدمها في صناعة المرايا المرايات باستخدم بينها المرايات المختلفة أو بحول الإزاز لطبقة عازلة عن طريق ترصيب نطرات الفضة على سطحه يبقى إذن الفضة بتتفاعل الفضة كده مختلفة عن المعدنين السمينين المختلفين الأولانين اللي هم البلاتين والدهب يبقى أنا دلوقتي بحوم أو بتكلم حول المعادن السمينة أغلب أسئلة بتاعتي كانت عن الباب الأول اللي بيتكلم عن المعادن السمينة قلت إن الدهب خلي بالك لا يتأثر بالأحماض البلاتين لا يتأثر بالأحماض الدهب لا يتفاعل مع الهواء الجوي أسعب البلاتين لا يتفاعل مع الهواء الجوي إنت سايب الفضة لي يا مستر الفضة برضو لا تتفاعل مع الهواء الجوي يا مستر ده الفضة أنا لابس ماداليا أو ماسك ماداليا أو لابس خاتم والخاتم لونه سود ماهل لون الأسود ده أنا حصلت عليه من الهواء الجوي. انا حصلت على اللون الاسود او الفضة بدأ اللون هيتغير لللون الاسود نتيجة وجود بعض الاكاسيد اللي موجودة في الهواء. عوادم سيارات. ساني اكسيد الكربون. ساني اكسيد الكابريت اللي خارج من بعض المصانع. او التلوس اللي موجود. لكن هي في الحقيقة الفضة لا تتأثر بالهواء الجوي. طيب. كلمني عن الفضة وقول لي الفضة بتتأثر بالاحماد ولا لأ? هقول لك ان الفضة لا ده الفضة تتأثر بالحمض المنفرد. يعني لو فعلتها مع حمض النيتريك. تتفاعل الفضة مع حمض النيتريك وتدوب فيه تماما. طب حاول تدوب الدهب? مش هيدوب. حاول تدوب البلاتين? مش هيدوب. طب الدهب والبلاتين هيدوبوا في ايه? هيدوبوا في الماء الملكي. يبقى كده عرفت الخواص الكيميائية لتلات معادن سمينة مهمة. الخواص الكيميائية بتشمل ايه جماعة? بتشمل علاقة المعدن بالهواء الجوي. بتشمل علاقة المعدن بالاحماض المركزة او المخففة. ومدى تأثرها بيها? بتأثر او المعدن بتاعي بيتعرض للهواء الراطب او الهواء الجاف ويحصل له ايه? ده لازم اعرفه قويس جدا. انا قلت لك حاجة فكرت بيها مهمة. قلت لك انا عندي مجموعة من الخواص حوالي ست خواص. اي معدن هتكلم عنه في الترمي الاولاني? هتقدر تقولي الخواص دي ايه يا الخواص? قلت لك اي معدن هتكلم عندي اقول قابل للطرق. قابل للسحب. قابل للحام. موصل جيد للحرارة. موصل جيد للقهرباء. تمام? قابل للطرق والسحب بصورة كبيرة. في معدن واحد منهم هو اللي مش هقدر اقولي عليه قابل للحام. اللي هو ايه? الالمونيوم. الالمونيوم لحامه بيكون صعب لازم ليه ظروف خاصة. يبقى الخواص الخمسة او الخواص السبعة او الخواص الستة اللي انا قلتها دي اقدر اكتبها في اي معدن من المعادن? طيب ايه اللي هيميز المعدن عن التاني? قل لي لونه? درجة انصهاره? كسفته يعني سوق للنوعي. طب يا مستر كده ما توصلنا نقطة الكسافة. هقولها لك في الاسئلة اللي جاي. بيقولي تفاعل فضة مع حمد الناتريك بسهولة اقولنا الاجابة صح? رقم تسعة. البوكسايت هو المادة الخام الاساسية لاستخلاص النحاس. لأ طبعا غلط. البوكسايت مادة اساسية بستخلص منها عنصر ايه؟ عنصر الالومونيوم. يبقى الاجابة هنا صح ولا غلط? الاجابة هنا طبعا gaatكون خاطئة. البوكسايت من المواد الخام الاساسية او العنصر الاساسي اللي بستخلص منه معدن ايه؟ معدن الالومونيوم. يبقى حفز جدا الخام الاساسي. انا قلت الذهب بيوجد نقي. قلت البلاتين بيوجد نقي. قلت النحاس بيوجد مع عناصر كابريتية يعني كابريتات النحاس قلت ان الالمونيوم اهم عنصر من العناصر هو البوكسايت هو العنصر الاساسي اللي بستخلص منه او بخرج منه خام الالمونيوم. دي اهم مميزات لمعادن كتيرة اتكلمنا عنها في الحلقات اللي فات. تعالوا نشوف اخر واحدة فصحه وغلط رقم عشرة. رقم عشرة بيقول لي ايه? يتميز النحاس بلونه الاحمر الوردي. طبعا انا قررتها اكتر من مرة. وقولت ان النحاس كلمة نحاس اقصد بيها نحاس احمر على طول. لون النحاس الاحمر الطبيعي لونه احمر وردي او بسميه روز او لونه احمر فاتح شوية. لونه ده بيخليني اقدر استخدمه في العديد من المنتجات الاسرية. يعني ما حب اعمل منتج ليه طابع اسري او ليه طابع تاريخي او شكله زي الطحفة. او بعمل مستنسخ لاثر. يعني مستنسخ لاثر. يعني بقلت حاجة اسرية بشكلها القديم. هختار نحاس اصفر او نحاس احمر. هختار نحاس الاحمر. لونه الاحمر الوردي مع لون الصدق او لون الاكسادة اللي بتكون متكون على سطحه بتديني درجة لون جميلة جدا. تديني احساس ان المنتج اللي انا عامله ده منتجه طابع تاريخي او طابع اسري. عشان كده لون النحاس الاحمر ممكن استخدمه في عملية الطلا مع الدهب. يعني مقراطلي بالدهب. ودخل في بعض مركب من مركبات النحاس الاحمر. عشان يديني دهب لونه محمر. او يديني طبق الطلا دهبي محمر. درجة جميلة جدا بتبان من الوان الطلاة المستخدمة في الدهب. لما نتكلم بالتفصيل عن الطلاة هنتكلم عنها. يبقى يتميز النحاس بلونه الاحمر الوردي. الاجابة طبعا صحيحة. طيب نشوف السؤال اللي التالت هيقول ايه? بيقول لي قارن بينه. السؤال ده مهم جدا بيتقرر معايا كتير جدا في الاسئلة. وده بيميز الطالب اللي فاهم وقادر يقارن ما بين معدن والتاني. بيقول لي قارن بينه المعادن التالية. البلاتين الفضة والدهب التلات المعادن السمينة. من حيث اللون. درجة الانسهار. حط لي اوجه المقارنة وحد الدهالي. اللي هتكلم عن كل وجه مقارنة بالنسبة لبلاتين بالنسبة للفضة بالنسبة للدهب. من حيث اللون. درجة الانسهار. عايز درجة انسهار كل عص. انا قلتها كتير. هسألك فيها وعايز اسمع الاجابة. تبقى واضحة منك. الكسافة ليس سوك للنوع. ما قلتهاش بس قلت لك خلي بالك هقولها في وسط الاسئلة اللي جاية. التأثير بالاحماض او مدى تأثره بالاحماض. مدى تأثره او التأثير بالهواء الجو راطب او جاف بيحصل في ايه. طب تعالوا نشوف وجه المقارنة كده. ادي الجدول اللي انا هبدأ اسطره وابدأ اخططه وابدأ اقارن بين التلات تلات معادن رئيسية سمينة. قال لي اول وجه مقارنة هو اللون. البلاتين لونه ايه? تعال فتجاوب انت من غير مظهر الاجابة. قال للبلاتين لونه ابيض مائل للرمادي. يعني البلاتين لونه ابيض رمادي? اه. طب الفضة ابيض مائل للزرق. ابيض مزرق شوية. اللون الفضي بيقاميل للون الزرقان شوية. طب الدهب اصفر بندقي. اصفر مائل للبني. يا مستر ده انا بشوف الدهب لونه اصفر لامع قوي. ما هو انت ما بتشوفش عيار اربعة وعشرين. انت دايما بتشوف العيار واحد وعشرين وطمنتاشر وعيار تسعة والعيارات الاقل. فلونه بيقى اصفر اصفر صريح. لكن الدهب الخام اللي هو اعلى عيار هو عيار كامل? عيار اربعة وعشرين. طب تعالوا مش فاجر مقارنة? قال لي اللون ابيض مائل للرمادي او ابيض رمادي. الفضة ابيض مائل للزرقة. الدهب لونه اصفر بندقي او اصفر بيميل الى اللون البني. كنا نسمع زمان اجدادنا يقول لك انا عندي غوشة بندقي دهب بندقي. اللي هي دهب اربعة وعشرين. عشان كده احنا بنستخدم الدهب عيارة اربعة وعشرين دايما في صناعة الدهب التقين. الحاجات السميكة. يعني اعمل مسلا اه صورة تقينة مليانة كلها مصمطة. طبعا ده يبقى مكلف جدا لانه بيتوزن بالجرام وبيتحول الفلوس. فطبعا انا صعب جدا ان انا استخدمه دلوقتي او كتكلفة عالي. فدايما باستخدم العيارات الاقل. العيار اربعة وعشرين دايما بقى قتل دهب. حيطة دهب كبيرة. سبايك دهب. فعشان كده ما باستخدمه. دايما بيكون العيار واحد وعشرين. هو العيار الاكتر استخداما بلاحز اللي بيشتري وبالذات النساء او البنات. عارفين ان العيار واحد وعشرين ده في الغوايش. لان الغوايش بيكون سمكها كبير او تخانتها كبيرة. طيب. انا عايز اشتري فورم او اشتري اشكال جميلة من الدهب. هشتري عيار كام? دايما بيقول لي تعالى انزل بقى العيار القل شوية. انزل العيار طمانتاشر. هتلاقي اشكال والوان من الدهب باشكال كتير جدا وتصنيع جميل. طب ليه مستر انت استخدمت واحد وعشرين? اه في عيار حاجة خينة. لانه طري جدا سهل التشكيل. هيتطبق بسهولة. طيب انا عايز اعمل الخاتم في تفريغات في فصوص في شغل جميل اه رفيع بشكل وزن خفيف. فهستخدم العيار الاقل. ليه? لان العيار الاقل قدرت ان انا اضف له. معدن النحاس ومعدن الفضة بنسب معينة هتكلم عنها بعد كده. اللي هي عملت بها عيار. زودت صلبة الدهب فبقيت قادر ان انا اشكله من غير ما يتطبق ولا يتني ولا يحصل له اي تشوه. طيب تعالى نشوف وجه المقارنة رقم اتنين. قال لي وجه المقارنة في التأثير بالهواء. انا عايز اعرف علاقة الهواء بالبيلاتين. الهواء هيعمل ايه في البيلاتين? قال لي البيلاتين ما بيتقصرش بالهواء الجو. طب الفضة يا مستر. الفضة لا تتأثر بالهواء الجوي. ولكن تتأثر بالهواء الجوي اللي فيه نسبة من الشوائب. اللي هو فيه نسبة من التلوس. لو الجو اللي موجود عندي فيه عوادم سيارات. فيه مصانع قريبة منه كتير. بلأ الفضة لونها هيسود. لكن في الهواء النقل عادي الفضة لا تتأثر بالهواء الجوي. طب الدهب طبعا الدهب لا يتأثر بالهواء الجوي. يبقى انا قلت دلوقتي واجه المقارنة ان تأثير بالهواء. قلت البلاتين لا يتأثر بالهواء. قلت ان الفضة لا تتأثر بالهواء. قلت ان الدهب لا يتأثر بالهواء. عايز تضيف عند الفضة ان الفضة بتتأثر بالهواء الجوي الملوس او اللي فيه ساني اكسيديك كابريت او ساني اكسيديك كربون. ممكن تضيفها من ضمن العناصر المميزة للفضة. طيب جميل. واجه المقارنة رقم تلاتة بيقول لي التأثير بالاحماض. اتكلمت على التأسير بالاحماض وقلت ان البلاتين بيتأثر ولا ما بتأثرش الحماض المفردة قال لي لا يتأثر بالاحماض طيب الفضة يا مستر بتأثر ولا ما بتأثرش انا لسه قايل الفضة تتأثر بحمض لأ انا مستمعك قولي تاني كده حمض النيتريك يبقى فعلا الفضة تزوب يعني تنتهي تماما وتضوب خالص في حمض النيتريك يعني بتتأثر ولا ما بتتأثرش بتتأثر وبتزوب في حمض النيتريك الدهب لا يتأثر بالاحماد. طب تقدر تقول لي ايه المعدن او ايه الحمض اللي ممكن يدوب البلاتين والذهب? هقول لك الجملة اللي تحت دي. يزوب الدهب والبلاتين في الماء الملكي. تمام كده? وجه المقارنة رقم اربعة. السقل النوعي او الكسافة. ايه هي الكسافة? بقول لك ان الكسافة هي نسبة واحد سنتيمتر مكعب من المعدن او من المادة الى نفس النسبة من المية. يعني اعرف الكسافة ازاي? بجيب مكعب واحد سنتيمتر واحد سنتيمتر واملى وعاء بالماء. مش هلا طبعا اللي بعمل الكلام ده. الفيزيائي هو اللي بعمل الكلام ده. ويبدأ يحط الوعاء ده يحط الوعاء ده داخل وعاء تاني اكبر منه. وياخد المكعب اللي هو سنتيمتر دا يرميه او يحطه داخل الماء. بتبدأ تنزل كمية من المية تعادل كمية ايه? كمية المعدن اللي اتخط. فبقدر باستخدام معادلة اعرف كسافة او سقل النوعي لكل خامة. طيب نتجع تاني الواجهة المقارنة. قال للبلاتين كسافته كام? قال لي كسافة البلاتين عالية. يعني وزنه تقيل واحد وعشرين ونص جرام لكل سنتيمتر مكعب. لازم اكتب التمييز. جرام لكل سنتيمتر مكعب. طب الفضة كام يا مستر? قال للفضة عشرة ونص. يعني ما احنا قلنا ان الكسافة ودرجة الانصهار درجة تقريبية. طب الدهب كام? قال لي تسعتاشر ونص. تسعتاشر واربعة من عشرة. ما فيش اي مشكلة لان الدرجات دي كلها درجات ايه? تقريبية. يبقى تاني عايزك تحفظ كويس جدا درجة الانصهار. عايزك تحفظ الكسافة لكل معدن من المعادن السمينة. يبقى كسافة البلاتين واحد وعشرين ونص. كسافة الفضة عشرة ونص. الدهب كسافته تسعتاشر ونص. كلهم جرام لكل سنتيمتر ايه? مكعب. وقت المقارنة التالي بيتكلم على درجة انصهار كل نوع من انواع المعادن. البلاتين اعلى درجات الانصهار في المعادن السمينة. كم كده فكرني? الف سبعمية وسبعين درجة مقوية. يا مصر ده مكتوبة في بعض الكتب واحد وسبعين. مكتوبة اتنين وسبعين. احنا اتفقنا خلاص درجة تقريبية. طب الفضة يبقى الف سبعمية وسبعين البلاتين. الفضة كام? قال لي تسعمية وستين درجة مقوية. دي درجة انصهاره. طب الدهب كام? الف اربعة وستين. الف تلاتة وستين. خلاص عرفنا يا مصر? ان الدرجات دي درجات ايه? درجات تقريبية. طيب جميل. هنا بقى هنتكلم على ايه? سؤال بيقول لي. يدخل الالومنيوم في الكسير من الصناعات. انت نقلت من المعادن السمينة للالومنيوم على طول. اه من عندي عدة معادن مقررة علي. ايه هي? البلاتين. الدهب. الفضة. النحاس والالومنيوم. عايزين نقدر نجمع اكبر معلومات ونرجع اكبر معلومات ممكنة حول المعادن اللي انا قلتها دي. وكمان اقدر اتكلم على السبائك اللي انا بعملها من خلال المعادن دي. طيب تعالوا نشوف السؤال. يدخل الالومنيوم في الكسير من الصناعات الحديثة. وذلك نظرا لخواصه المميزة. في دوق هزي العبارة. وضح خواص واستخدامات الالومنيوم. عايز نقطتين او عنصرين اساسيين. عايز الخواص الاساسية المميزة لمعدن الالومنيوم اللي انا قلت منها خاصية مهمة جدا وانا بتكلم في الشرح اللي فات. قلت ايه? خفة الوزن. واستخدام الالومنيوم واي حد ممكن يقول لي مجموعة كبيرة جدا من الاستخدامات. يلا نشوف الاجابة. بقول لي اول حاجة. خواص الالومنيوم. واحد هو معدن خفيف الوزن. انا قلت ان الالومنيوم معدن وزنه خفيف جدا. ودي ميزة مهمة جدا فيه عشان كده بقدر استخدمه في العمليات الانشائية المختلفة. يعني اقدر منه اعمل قطاعات الالاموتال. اقدر اعمل منه بعض المطابخ. اقدر اعمل منه بعض الاجهات العمائر او العمرات. تمام? عشان وزنه خفيف. يبقى هو معدن خفيف الوزن. يمكن تشكيله بسهولة. بالمبرد يعني ممكن ابرده بسهولة جدا. ممكن اقطعه بالمنشار. ممكن باستخدام اقلام الضغط. لو هو شريحة وعايز اعمله عملية تقبيب. بالضغط بايدي بس كده مباشرة بعد ما عمل له عملية التخميل اقدر اعمل له عملية تشكيل. والقطع والحف اقدر احفر عليه باستخدام اقلام الحف لانه معدن طري جدا ومعدن خفيف الوزن. يبقى اول خاصية قلتها خفة الوزن وقدرته على التشكيل بكل عمليات التشكيل. عادة حاجة واحدة بس اللحام طبعا ما بينفعش للحام او صعب اللحام. رقم اتنين لا يمكن لحامه بسهولة لانه يتطلب مهارة عايز حد خبير. وعايز جو معزول من الاكسوجين وعايز روف خاصة عشان اقدر ان انا لحمل الالمونيوم. فطبعا صعب جدا ان انا اوفر الظروف دي عشان نلحم منشأ او منتج من الالمونيوم. ففي الغالب بيستخدم عملية البرشامة. دايما بلقي ايه اواني الاواني المنزلية بلقي الايادي ممكن متركبها بالالووز او متركبها بالبرشام. بلقي ان الالموتال او شبابيك الالموتال اللي موجودة عندي في البيوت او موجودة عندي في العبارات بلقيها متركبة او متجمعها بواسطة البرشام. ما بيستخدمش اللحام خالص مع الالمونيوم لانه صعب اللحام. يبقى قلت خاصيتين مهمين كده فكرني بهم. قلت خفيف الوزن. قابل لعملية الضغط. قابل للتشكيل بالمنشار. قابل للقطع. قابل لعملية التشكيل بالضغط. قابل لعملية التاني والالتواء لانه معدن مرن جدا. خفيف الوزن. طيب تعالوا نشوف كمان خواصه ايه تاني. قال لرقم تلاتة. لونه ابيض. طبعا لونه مهم. انا بقول ان كل معدن لازم اعرف درجة لونه ايه. قال لي لونه ابيض. فضي. ينصهر في درجة حرارة ستمية وستين درجة مئوية. انا ما قلتش درجة الانصهار قبل كده النهاردة. فخلي بالك درجة انصهار الالمونيوم كام? قال لي ستمية وستين. وزي ما عودتك درجة تقريبية. درجة مئوية تقريبية. وزنه النوعي يعني سخل النوعي اتنين وسبعة من عشرة. بص وزن النوعي كام? اتنين وسبعة من عشرة. انا قلت البلاتين واحد وعشرين ونص يعني البلاتين تقيل جدا. وزنه تقيل. قلت الدهب تسعتاشر ونص او تسعتاشر واربعة من عشرة. يعني الدهب برضو بالنسبة الالمونيوم وزنه كبير. الالمونيوم اتنين وسبعة من عشرة يعني الكسافة بتاعته خفيفة جدا او رقم صغير. يبقى هو طبعا كسافة دي بتدل على وزن الخام. يبقى الالمونيوم من المعادن اللي وزنها خفيف. درجة انصهارها ستونية وستين درجة مقوية. كسفتها تنين وسبعة من عشرة. برضو هقول تقريبا عشان نبقى عارفين ان الدرجة دي بتكون بتتراوح ما بين او درجة تقريبية. رقم اربعة في الخواص. جيد التوصيل للقهرباء والحرارة. قلت ان كل المعادن اللي انا درستها قابل الطرق والسحب والتشكيل واللحام وصل جيد للحرارة وصل جيد للقهرباء. او لهم تاني? تاني. قلت ان كل المعادن اللي انا ندرستها السنة دي? قابل الطرق. قابل للسحب. قابل للتشكيل. قابل للحام. موصل جيد للحرارة. موصل جيد للقهرباء. اغلبها كلها تقريبا كل ندرستها. حتى الان كلها بتتميز بهذه الخواص الستة او السبع خواص اللي انا قلتهم. وبعد كده بكتب اللون المميز. طبعا درجة لون كل الخامة مختلفة. وكذلك بكتب درجة الكسافة ودرجة الانصهار مختلفة لكل نوع من انواع المعادن عشان اقدر اميز ما بين معدن والتاني. طيب جميل. رقم خمسة. الالمونيوم زو قابلية عالية للتشكيل بالطرق. ما انا قلت قابل للطرق. وقلت قابل للسحب. فيمكن درفلته. يعني ايه درفلته? يعني اقدر اسحبه لرقائق رفيعة جدا. اقدر اسحبه لرقائق رفيع جدا. وسمكه رفيع زي رقائق الفويل. هي رقائق رقائق الفويل دي. رقائق قصدير. مش رقائق الالمونيوم. بس احنا بقول عليها الالمونيوم. لكن هي اصلا رقائق من معدن القصدير. تمام? فقال لنا ممكن اسحب الالمونيوم ده. اخمره. وبعد ما يبرد. طبعا بخمره يعني بس اخخنه لدرجة الاحمرار واسيبه يبرد. وباستخدام مكان الدرفيل اقدر اسحبه لسمك رفيع جدا زي الورق. وقدر اشكله زي ما انا عايز. ممكن اوصل لسمك اتنين من عشرة من السنطيم. ممكن اوصل لتنين من مية. يعني السمك رفيع جدا? اه. لان قدرته على السحب والتشكيل بصورة عالية جدا. يبقى ارجع تاني بيقول لي ايه? الالمونيوم? زي قابلية عالية للتشكيل. بالطرق والسحب. فيمكن درفلته الى صفائح. يعني قدر احوله الصفائح رفيع جدا. سمكها كام? قال لي اتنين من مية من الملي. يعني رفيع جدا. كما يمكن سحبه الى اسلاك زيت قطر واحد من عشرة من الملي. سلك رفيع جدا اقدر اسحبه. طب يا مستر ما اي معادن ممكن اسحبه. قال لي لا طبعا. ما في معادن لما اجا اسحبها لدرجة معينة يبدأ يقطب معايا. يبدأ يشقق معايا. يبدأ المعدن يكسر نتيجة عملية السحب لسمك رفيع سواء كان سلك او او شرائح. يبقى ازا مش كل المعادن لها القصية دي. انا فكرك كده انا قلت الدهب. ممكن اسحبه الواحد من الف. وفكرتك كده بالدهب. قلت ان الدهب السياغ او الصناعية بيسموا الدهب عارة 24 بولي على سنصال. طبعا مبالغة قوي. بيقول ان هو سهل جدا التشكيل لدرجة ان انا ممكن اسحبه. ده بيقول لي علميا ان الدهب مش الالمونيوم. الدهب اقدر ان انا حوله الرقائق رفيع جدا لو عرضتها الاقضاءة تبدأ الدقيبان منها. بقى شفاف جدا. يعني حولته الخامة شفافة. يعني حاجة لا تعقل. يعني اقدر ان انا يحولوا. قدماء المصريين او الفرعنة القدماء قدروا ان هما يسحبوا الدهب ده. ويحولوا رقائق رفيع ويستخدموا في عملية التصفيح. بقى يعمل تابوت ويرصعوا بالدهب. يجيب الدهب الرفيع ده ويضغط على التابوت اللي موجود عندي فالدهب يلزق او يلتسك بالسطح. يعمل باب. والباب ده يروح مرصعوا بالدهب اللي سمكه فايع جدا. فيقدر يدي له تشكيل. طيب. ارجع تاني الالمونيوم. ارجع تاني الالمونيوم لان الالمونيوم من المعادن المتدولة اللي موجودة حوالينا. بيقول لي الالمونيوم زو قابلية عالية للتشكيل. بالطرق والسحب. يمكن ضرفلطه الى صفائح زات سمك اتنين من مية اتنين من مية ميلي. كما يمكن سحبه الى اسلاك زات قطر واحد من عشرة ميلي. شرحناها طبعا. العنصر اللي بعد كده يورقم ستة بيقولين من مزايا الرئيسية من اهم مواصفاته غير خفة الوزن. مقاومته للعوامل الجوية. او اكتسابه طبقة من الاكسيد الالمونيوم تقيه من التفاعل الجوي. لأ انا مش فاهم. وضح لي النقطة دي يا مصدر. بيقول ان الالمونيوم في طبيعته معدن لامع له لمع عالية جدا. لكن الالمونيوم ربنا خلقه بيكون على سطحه طبقة صدى سريعة او طبقة اكسادة سريعة. طبقة الاكسادة دي بتحجب لمعاني الخام. يعني تخلي الخام في وضعه الطبيعي لونه مطفي. لكن بتحمل معدن من اي عوامل جوية بتحاول تتفاعل معاه. طب وضحها تانية يا مصدر بس الطريقة سهلة. بقول ان انا مثلا ارجع للحديد. الحديد مثلا من المعادن اللي بتصدي والصدى بتاعها بيتغلغل جوة الطبقة الداخلية اللي جواها. ويتاكل خالص. يعني لو عندي مثلا منتج حديد في مكان ساحلي او مكان في بحر او املاح او رطوبة عالية. بل ان هو يبقى يصدي ويبقى هش وينتهي تماما. لا الالمونيا لا. الالمونيوم سطحه بيلمع طبيعي ربنا خلقه. بيبدأ يكون على سطحه طبقة اكسيد طبقة صدى. بتخلي لون مطفي شوية. يعني لو جبت دبوس او جبت مصمار وخربشت الالمونيوم اللي جوا بيلمع. طبقة الاكسيد اللي تكونت بتحجب اللمعان ويبقى المعدن او تحمل معدن مقاوم للعوامل الجوية. يبقى دي خاصية مميزة لمعدن الالمونيوم. قلت ان خفت وزنهم. قلت ان قدرته على مقاومة العوامل الجوية ما بيصديش. او بيتكون عليه طبقة اكسيد خفيفة جدا بتحجب اللمعان ويبقى المعدن اه بلون مطفي مقاوم للعوامل الجوية. بقول للالمونيوم معدن قابل للترك والسحب والتشكيل واللحام ومواصل جيد للحرارة والقهرباء. رقم سبعة يمكن سقل الالمونيوم وتلميع. وطبعا انا بشتري ادوات منزلية بلقي الالمونيوم عندي او الادوات المنزلية بتلمع بسرعة عالية جدا. قال لي عندي حاجتين. حاجة اسمها السقل وحاجة اسمها التلميع. باستخدام فرشة الجلة او باستخدام فرشة التلميع الجلي او التلميع. الفرشة دي عن طريقة تعريض الالمونيوم ليها وهي بتلف بسرعة. باستخدام حاجة اسمها الجماطة. اقدر حول الالمونيوم لمعدن لونه لمعته عالية جدا. زي ما بشتري حلة جديدة او انية انية قواني جديدة. بلقيها بتلمع بصورة عالية جدا. تمام? او باستخدام عملية الصقل. باستخدام مساكل. باقدر عن طريقة دلك كده للمعدن. اقدر ان انا حوله لمعدن لامع بصورة عالية. لان هو اصلا معدن ايه? معدن طري. فسهل ان انا اعمل له عملية تلمية. طيب رقم تمانية بيقول لي ايه? استخدامات الالمونيوم. لا هيبدأ يتكلم على استخدامات الالمونيوم. بيقول لي العنصر التاني في السؤال استخدامات الالمونيوم. يستعمى الالمونيوم كلنا لو سألت اي طالب او اي حد حتى مش في مجال المعدن والسياغة هيتكلم على ايه? على الالمونيوم. هيقول لي الالمونيوم يستخدم الالمونيوم في صناعة السبائك. وسبائك مع النحاس لعمل الاسلاك الكهربية. ده اشهر استخدام لي. دايما بلاقي الكابلات الكهربية اللي مصنوعة عندي او كابلات التقنية شوية هي النحاس اجود في التوصيل للقهرباء لكن اغلى في الساعة. فدائما بيستخدم بديل ليه الالمونيوم او يعمل سبيكة يعني يخلط النحاس مع الالمونيوم بصورة معينة ويقدر من خلال عملية الخلط ده يسحب اسلاك رفيعة لها قدرة عالية على التوصيل للقهرباء. طيب طرف تقول لي يا مستر ايه تاني استخدامت الالمونيوم? اقول لك اه يستخدم في صناعة الادوات المنزلية المختلفة معالق شوك اه شوك اه استخدامي لبعض الاواني الصواني صواني التقديم بقدر استخدم الالمونيوم فيه كمان? اللي باستخدمه في صناعة قطاعات انشائية زي شغل الالموتال بعمل سبيكة خاصة باستخدمها في شغل الانشاءات المعدنية زي شغل الشبابيك وشغل اه شغل الالموتال بصورة عامة اللي كلنا عارفينه. طيب جميل. رقم اتنين في الاستخدامات? اللي يستعمل الالمونيوم في صنع الاواني المنزلية وفي التعليم. يعني العبوات اللي هي بتاعت الحاجة السقعة اللي هي بقى افتحها او سهلة الفتح دي انا اصنوعها من الالمونيوم لان هو سهل ان انا استخدمه في عملية التعليم. سهل ان انا اخط جواه اه منتج اه سواء سائل او منتج مثلا مأكلات واقدر ان انا اقفله. لان هو لا يتفعل مع الاطعمة. لا يتفعل مع الهواء الجو. لا يتفعل مع القلويات والاحماض اللي موجودة في الاكل او في المشروبات اللي انا بستخدمها. يبقى اقدر ان انا استخدمه في عملية التعليم. اقدر استخدمه في الادوات المنزلية المختلفة. طيب رقم ثلاثة. يستعمل الالمونيوم وسبائكو في صناعة اجسام الطائرات. وذلك لخفة وزنه. انا قلتها وانا بشرح. قلت ان وزن الالمونيوم خفيف. كسفته اتنين وسبعة من عشرة يعني وزنه خفيف جدا. لكن هو طري. فاقدر باستخدامي للسبيكة احسن من خواصه دي. احتفظ بخاصية خفة الوزن. وضف وضف له بعض العناصر اللي هي تخليه قادر ان هو يتحمل درجات درجات الضغط الجو العالي. طبعا الطيارة ماشية في ارتفاع عالي. فضغط الجو عالي منفعش انها تتطبق زي زي المعلبات بتاعت الاكل. لا طبعا. فطبعا بعمل سبيكة او سبائك خاصة. بدخل مع عنصر المنجنيز. بدخل مع عنصر النحاس. بدخل مع بعض العناصر الكتيرة. بس حافظ على خفة وزنه واصنع منه اجسام ايه? اجسام الطائرات. كزلك قابليته العالية على التوصيل الحراري. طبعا الالمونيوم بيوصل او موصل جيد للحرارة. وموصل جيد للقهرباء. عشان كده برضو بستخدمه في ايه? في الادوات المنزلية. يستخدم الالمونيوم في الاسقف المعلقة. الاسقف السقف المعلق. اللي هو الشاسي اللي بركب عليه البلطات بلعة الاسقف المعلقة. بتصنع من الالمونيوم. وعمل اطارات النوافذ اللي انا قلت عليها الايه? شغل الالموتال باشكاله المتنوعة. رقم ستة. لا هيكلم بعد كده على السبائك المعدني. طبعا عندي خواص كتير جدا. بس بكتب منها اربعة او خمسة. السبائك المعدني. ايه هي السبيكة? هسألك سؤال. عرف السبيكة. بقول ان السبيكة هي خلط او مسجنة بين معدنين. بحيس يكون بشكل متجانس تماما. يعني الخلط خلط جيد. وتكون المعدن مندمجة مع بعضها. عشان احصل على معدن جديد او سبيكة جديدة احسن في خواصها من المعادن الاصلية. يعني انا عندي الدهب قلت مثال. الدهب طري جدا اربعة وعشرين. انا اربعة وعشرين طري جدا. اما ضف له النحاس بزود من صلابته. وما ضف له الفضة بحسن من خواصه. وغير لونه. بدل ما كان لونه. اصفر بندق ايه? بقى لونه اصفر دهبي. اللي اصفر الدهبي اللي انا بشوفه. زودت من صلابته. طيب اقولك مثال تاني بعيد عن المعادن السمينة. الحديد بيصدي. فضفت له عن عنصرين. النيكل والقروم. عملت حاجة اسمها معدن صلب جدا. معدن ما بيتفعلش مع الاكل او مع الاطعمة او مع المواد الكيميائية. معدن له درجة صلابة عالية. لا يتأثر بالهواء الجو. يبقى قدرت باستخدام المجموعة من العناصر او مجموعة من المعادن. اعمل تركيبة جديدة. اسمها ايه? السبيكة. يبقى تعرفها العلمين? ايه دي هنا البوتقة. ده شكل البوتقة. اللي بيصنع فيها السباك. السباك اللي قاصد بيه. اللي بيعمل السباك. السباك بيعمل بيه او الشخص المتخص في عمل السباك. بيقدر ان هو يعمل عملية تشكيل. تمام كده? عرف السبيكة. بيقول لي هي اه مركب او خليط من فلزين او اكثر. تنتج عنهما بنية متجانسة لها خواص الفلزات المكونة للسبيكة بالاضافة الى خواص اخرى جديدة. طيب. نشوف السؤال اللي بعده سريعا. ما الغرض من عمل السبيكة? بعمل السبيكة ليه? بقول بعمل السبيكة عشان احصل على عنصر متجانس. بعمل السبيكة عشان ازود من قوة التماسك وقدرتها على الاستطالة وقدرتها على السحب وقدرتها على المرونة وقدرتها على التواء وكمان تحمل العوامل الجوية. طب ايه كمان ممكن تقول? اللي كمان تعديل لونها. انا عايز اغير لون الخامة نحاس احمر احمر وردي. احوله لنحاس اصفر. هضف له عنصر ايه? هضف له عنصر الزنك. فيتحول من نحاس احمر لنحاس اصفر. جميل. نمر اربعة. زيادة مقاومته للتآكل او التلف. اخليه يتحمل الاحتكاك او يتحمل ان هو ما يتكلش بسرعة او ما يحصلوش تآكل نتيجة عمليات الاحتكاك المختلفة. والعوامل الجوية وغيرها. رقم خمسة. زيادة مقاومته للاحتكاك. يعني هو كمان بيقاوم اي احتكاك معدن اخر او معدن بيحاول تشكيله. زيادة قابلته للحام. ممكن يكون المعدن ده ما ينفعش ان هو يتلحم. ممكن يكون المعدن ده ما ينفعش ان هو يتلحم. فقدر ان انا اضف له بعض العناصر اللي هي تقدر تعمل له عملية التشكيل. طيب يبقى احنا النهاردة تكلمنا عن المعادن السمينة. اتكلمت على معادن تانية زي الالمونيوم والنحاس. وعرفت ان هما معادن لهم خواص مميزة بقدر ان انا استخدمهم في صناعة السباك او بيدخلوا بصورة مباشرة او غير مباشرة في صناعة السباك المختلفة. اه عرفت ان المعادن السمينة لا تتأثر بالهواء الجوي ولا بالعوامل الجوية ولا بالاحماد المختلفة. عرفت ان النحاس بيأثر او بيتأثر بالهواء الجوي وبيصدق. عرفت ان انا بعمل السبيكة عشان عدة اغراض متنوعة وكتيرة. ارجو ان انتم تكونوا استفدتم من المعلومات اللي احنا قدرنا نتكلم فيها عن مادة الخامات المعدنية. كان معكم مستر احمد عبدالعزيز معلم خبير بوزارة التربية والتعليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.